سيبنا إيران ونرجع بقى للاختراق اللي عندنا في مصر الحقيقة إنه إحنا عندنا مش بس الحرس السوري لا إحنا عندنا رئيس الجمهورية نفسه مخترق سيء الذكر ومش مخترق من الموساد بس ولا من إسرائيل بس الحقيقة لا هو حقيقة مخترق من الناس كلها يعني صندوق النقد الدولي مخترقه فبيوجهه زي ما هو عايز محمد بن زايد مخترق يعني هو برضو مخترق من بن زايد فبن زايد بيعمل اللي هو عايزه محمد بن سلمان برضو مخترق لأنه بيخلي يعمل اللي السعودية عايزاه فالحقيقة مصر بتعاني زي ما إيران بتعاني بالظبط إنه رئيس مصر دلوقتي سيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي هو كمان مخترق اختراق أسوأ من اختراق الحرس الثوري من قبل الموساد ليه لأنه الحرس الثوري الإيراني الاختراق اللي حصل فيه من جهة واحدة الموساد مخترق الحرس الثوري لكن صاحبنا سيء الذكر ومس صاحبنا ولا حاجة الحقيقة مش عايز أقول الكلمة مش عايز أقولها على هوا بس هو مخترق من جهات مختلفة كل جهة تعبث معه وبه كما كيفما شاءت يعني براحتهم هات لي يا ابني راس الحكمة عشان الإمارات اختراق إماراتي لسيء الذكر اعمل الإجراءات بتاعة مش عارف ايه اختراق من صندوق النقد لسيء الذكر الديني راس بناس وابتع اختراق سعودي لسيء الذكر احنا ناخد فلادلفيا ورفح اختراق إسرائيلي لسيء الذكر التحاد الأوروبي يشغلك حارس على الحدود عشان نهجرى غير الشرعية وابديك فلوس اختراق من التحاد الأوروبي لسيء الذكر أمريكا هتقول لك خد المساعدات كلها بس عمل لنا واحد من ثلاث أربعة اختراق أمريكي لسيء الذكر وهكذا إثيوبيا تعفل عليك المياه اختراق إثيوبي لسيء الذكر فالرجل فعلا مخترق من جهات مختلفة فإيوه وحد يشمت في إيران يا جماعة إيوه وحد من اللجانة الإلكترونية ولا سكان حضيرة الانتاج الإعلامي يقول إيوه شفت الحرس السوري أسطورة إيران تتهاوى ويعرض تقريب من دي الإستقاي ويشمت إوعى لأنها ترد في سيء الذكر تقتله وتقتلك خلي بالك سيدك وصحبك مخترك من كل حت كلمة عايزة تطلع ومش قادر الحمد لله إن الواحد ما قالهاش على هوا يعني فليه المؤدمة دي؟ تعال نشوف الخبر ده بيقول ضمن أهداف اتفاق صندوق النقد الدولي المركزي للإحصاء يستعد لنشر نتائج الدخل والإنفاق الفقرة دي الحقيقة محتاجين نركز فيها لأن فيها معلومات وأرقام مهمة جدا 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 مصدر مطلع على عملية إصدار أبحاث الدخل والإنفاق قال لموقع المنصة أن الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء هينشر خلال أيام كلام ده في 3 سبتمبر اللي فات آخر أبحاثه بهذا الخصوص بعد أربع سنوات من نشر آخر بحس فهينشر الموضوع بتاع الفقر والكلام ده يأتي قرار المركزي للإحصاء بعدما اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثالثة لاتفاق التمويلي لمصر الصادر في أغسطس أنه نشر البحس كان ضمن المعايير الهيكلية المستهدفة تحقيقها أو المستهدف تحقيقها بنهاية يوليو الماضي من إجمالي 6 أهداف تمت إضافتها آخر بحث عن الدخل والإنفاق والاستهلاك ومعدل الفقر تحديدا أصدره الجهاز المركزي للتعباء والإحصاء سنة 2020 وحدد خط الفقر القومي لأسرة من أربع أفراد بـ 3218 جنيه في الشهر يعني حوالي 804 جنيه ونص للفرد الواحد طيب مصدر مرتبط بإصدار البحث ده قال لموقع المنصة إنه بينفي بشكل قاطع أن تكون هناك أسباب فنية وراء عدم صدور البحث الأخير وقال إنه في أسباب تانية بس أنا ما أقدرش أقولها المرة الوحيدة اللي ما طلعش فيها البحث ده كان سنة 1986 حتى أيام فورة يناير تم إصدار البحث ده أيام الترابات 2012 و13 برضو ظهر البحث ده وحتى في عهد الإخوان كان برضو البحث ده تم إصداره طيب نرجع كده اليوم 28 أغسطس 2023 السنة اللي فاتت ونشوف اليوم السابع قالت إيه طلعوا لنا يا جماعة خبر اليوم السابع رئيس جهاز الإحصاء إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق في أكتوبر المقبل يعني ما فترد كان يطلع في أكتوبر اللي فات السنة اللي فاتت اللي هو خيرة بركات رئيس الجهاز المركزي للتعباء والإحصاء أعلن قرب الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ومعدل الفقر بحلول شهر أكتوبر وللأسف ما حصلش أي حاجة لو رجعنا 3 سنين أو 4 سنين للوراء في ديسمبر 2020 تحديدا يوم 4 ديسمبر أهو المركزي للإحصاء نجري بحث ملف الدخل والإنفاق كل عامين وليس كل خمسة أعوام اللي هو خير بركات نفسه رئيس الجهاز قال إن الملف ده هو الملف الأهم وهنعمله كل سنتين مش كل خمس سنين لكن إحنا بقلنا 4 سنين ما سمعناش عنه أي حاجة خالص طيب تعالوا نتعرف أكتر عن التقرير ده أو البحث ده وقبل ما نتعرف عليه نعرف الأول هم مين اللي مسكين موضوع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التعبئة والإحصاء تحت حكم اللواءات الحقيقة فيه سيطرة أمنية على الجهاز ده منذ قديم الأزل فكان مسكه الفريق جمال الدين محمود عسكر وبعدين لواء مختار عوض وبعدين لواء فاروق سعيد عب عظيم وبعدين لواء إيهاب علوي وبعدين لواء أبو بكر الجندي وبعدين لواء خير البركات الرئيس الحالي للجهاز اللي تم تعيينه رئيسا للجهاز في فبراير 2018 وكان قبل كده مستشار رئيس الجمهورية مديرا لإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ومديرا لإدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة هتسأل وتقول كأي مواطن صالح طب وإيه علاقة سجلات القوات المسلحة بالتعبئة والإحصاء قل لك والله ما عرفش إيه علاقة السيسي بالحكمة أصلا يعني هو السيسي بيحكم ليه إيه علاقته بأنه يحكم بلد بحجم مصر ما تعرفش إيه علاقة حسام حسن بتدريب منتخب مصر ما تعرفش يعني هي حاجات كتيرة إيه علاقة أحمد موسى بالإعلام إيه علاقة الغراب الناعق بالإعلام حاجات كتير حاجات كتير في إيه علاقة مصطفى مدبولي برياسة الحكومة حاجات كتير جدا ايه علاقة محمد عم لطيف بالتعليم الراجل مزور شهادات كان شغال عند والدته في المدرسة فممكن بقى قاعدوا قضي الحلقة معاك ايه علاقة ده بدا ايه علاقة البلد دي اصلا بمصر دلوقتي ملاقش علاقة لا من حيث القيمة ولا المكانة ولا اي حاجة خالص فاللواءات دول بيسيطروا على الجهاز المركزي التعبية والاحصال عشان لما يجيلوا التليفون للأمر اخفي البحث بتاع معدل الفقر في مصر فيقوله تمام يا فاند ليه لانه متعود على ده طيب نروح ليه البحث ده عشان نعرف هم مخبيينه ليه البحث ده بيقول لنا ايه اصلا عن مصر نشوف مع بعض البحث ده يا سيدي بيحدد مؤشرات الفقر ومستوى معيشة الاسر المصرية بيكشف عدد الفقراء والنسب بتاعته بيوفر كم كبير من البيانات اللي بيتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الاسرة معيشة الافراد توفير قواعد معلومات لقياس الفقر لتحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية في عهد مبارك قررت الحكومة في عام 2009 انه البحث ده يطلع كل سنتين لكن الحياة من 2020 سيء الذكر قرر انه بلا بحث بلا بتاع وكل واحد يروح يلعب عند بيته طيب نشوف مجموعة من الارقام المهمة في ميزان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء اخر نسبة معلنة شوف المشكلة كلها انه هو مش عايز يقول عدد الفقراء في مصر كان في عهده فمن 2020 بطل يطلع تقارير خلاص واللي هو خارب بركات كلمه بالتريفون فقال له تمام فاند اخر نسبة معلنة للفقر في مصر في ديسمبر 2020 كانت 29.7% من اجمال عدد السكان البنك الدولي اعلم انه الفقراء في مصر زادوا لـ 32.5% بنهاية 2022 سنة 2016 سيء الذكر عمل اول تعويم للجنيه وده اضعف قيمة العملة ورفع معدل الفقر من 27.8% في 2015 لـ 32.5% في 2018 وبعد كده استقر في اخر بحث سنة 2020 عند 29.7% من 10 وخلي بال حضرتك ان ده المعلن اللي هم عايزين يقولوه هم بيخبوا القصة طيب في 2020 بعد ما طلعوا اخر تقرير عن اعداد الفقراء النظام اصدر عدة قرارات متعلقة بسعر الصرف اضعفت من قوة القوة الشرائية للناس اضعفت من العملة وبدأت تقديرات دولية تقول يا جماعة عداد الفقر بتزيد لكن الدولة وقفت خلاص اي رقم رسمي عن نسب الفقر ليه بقى عشان لما تيه تقولو يا عم نسب الفقر بتزيد يقولك اخر احصاء رسمي كان في 2020 وكان بيقولو ان هم 29.7% فحضرتك ما تجيب لناش ارقام من عندك طب انت ما بتطلعش التقرير ليه والله عشان اللي هو اخرى ببركات مش فاضي طب واللي هو اخرى ببركات ما بيطلعش ليه ما هو كده فتقعد انت تدخل فيه النقاش بتاع عداد الفقراء بتزيد والمشاكل بلا احنا ما عندناش ارقام رسمية احنا بناخدش غير الارقام الرسمية والمصدر رقيع المستوى ما قالناش انه هو الفقر زاد فاحنا مش هنصدق اي حد يا خوانا يا عملا يا عداء الوطن يا ابني طب ما هو لما العملة نزلت القوش رأيها نزلت الفقر زاده في المرة اللي فاتت لا احنا في المرة دي ما تكلميش عن المرة اللي فاتت يا حبيبي طب طلع تقرير لا انا ما بطلعش تقارير خلص فنشوف الجماعة بيخبوا عن حضراتكو ايه الجهاز المركزي للتعباء والاحصى في اخر تقرير قالك ان الفقر المتقع 550 جنيه شهريا للفرد يعني حوالي 6600 جنيه سنويا خط الفقر 857 جنيه شهريا يعني 10279 جنيه سنويا قال ان الاسرة المكونة من اربع افراد ويزيد دخلها الشهري عن 3318 جنيه يعني 41136 جنيه سنويا لا تعتبر من الفقراء الارقام دي الحقيقة يا عزيزي لم تعد معبرة عن الواقع لانه قيمة الجنيه انخفضت جدا وقت اخر تقرير كان الدولار الواحد ب15 جنيه وصل ل48 جنيه يمكن 2020 كان اعلى من 15 شوية طيب الجهات امنية منعت صدور بحث الدخل والانفاق لجهاز التعباء والاحصى عام 2021-2022 بسبب احتوائه على ارقام تظهر زيادة معدلات الفقر في مصر رئيس جهاز التعباء والاحصى اللي هو خيري قال في اغسطس 23 البحث يكون جاهز في اكتوبر 23 وده ما حصلش حتى الان فالجماعة بيخبوا نسب الفقر مش عايزين الناس تعرف في فقراء قد ايه في مصر مش عايزين حد يعرف اي حاجة مصادر صحفية بتقول انه النشرة دي تضمنت ارقام صادمة عن نسب الفقر والفقراء في مصر وده دفع الاجهزة الامنية للتدخل ومنع نشر هذه الارقام يعني سيء الذكر خايف يطلع ارقام الفقر الحقيقية في مصر طيب تأخر صدور البحث ده من سنة 2020 مخالف للدستور اللي نص على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب الافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية يعني النظام الحالي بيخالف الدستور كعدتوا يعني طيب تقرير صدر عن البنك الدولي في 2019 قال ان نسبة 60% من المصريين اما فقرة او على حافة الفقر فده كان تقرير البنك الدولي طيب تفتكر كده حضرتك هو سيء الذكر خايف ليه ينشر التقرير ده ليه خايف ليه مرعوب لانه اعداد الفقرة بتزيد ما فكر معايا كده فكر معايا لو الراجل ده محقق انجازات وبيأكل الناس وبيشربهم وبيزود مرتباتهم وبيعمل مشروعات فبيقلل البطالة فالناس مبسوطة فالناس سعيدة فنسبة الفقر بتزيد تفتكر كده من دراستك لسيكولوجية ونفسية سيء الذكر عبفتاح سعيد خليل السيسي هيخبي حاجة زي كده ده والله ده يعمل لها مؤتمر شباب مخصوص ويعمل مؤتمر في الاستاد ويوقف الناس كده على يمين والشمال اللي طلعوا من تحت خط الفقر ويدخل بموكب العربيات زي ما عمل في المساعدات بعد 7 أكتوبر يعني لقطة زي دي يعرف يمركب بيها نفسه انه قاهر الفقر والفقراء او قاهر الفقر ونصير الفقراء عشان تبقى الجملة صح وانه هو الراجل اللي قضى على نسبة الفقر في مصر وقل الفقراء في مصر بشكل كبير دي لقطة عبدالفتاح السيسي مش هيسيبها يا جماع لو الارقام بتقل عن 29% فعلا من الجهاز المركزي للتعباء والإحصاء فدي حاجة لعب بس كامل ولا محمود السيسي ولا سيء الذكرى هيعدوها فده بيقول لنا ايه طالما مخبيين الارقام بقالهم اربع سنين انه الارقام راحة في 60 ده انه عداد الفقراء في مصر وبالمناسبة احنا الحياة مش محتاجين تقرير يعني هل حضرتك وانت في مصر الوقت بتفرج علي انت بستني تقرير عشان تعرف ان انت النهاردة في 2024 افقر من 2020 لا انا عارف وانت عارف ومرتك عارفة ولادك عارفين وجرانك عارفين وولدتك وولدك والرجل اللي على اول الشارع والرجل اللي ما بقيتش تروح له ما كل الناس عارف ان المصريين في 2024 افقر من 2020 والله ما محتاجة لا تقرير ولا بحث الدخل والفقراء ولا الكلام ده كله لكن احنا بنتكلم ان ده دليل اضافي على ان هذا النظام المجرم بقيادة الجنرال المهزة سيء الذكرى عم فتاح سعيد خليلي السيسي بيؤكد ان هو بيفقر المصريين بيؤكد ان لجانه الالكترونية لجان عبثية بتحاول انها تروج انجازات في الهواء انه انا بتحدى اي واحد من سكان حضيرة الخنازير المعروفة سابقا باسم مدينة الانتاج الاعلامي انه يطلع يتكلم عن الموضوع ده يطلع يسأل يا جماعة فين بحث الدخل والانفاق والفقر احنا عايزين نعرف عدد الفقرة في مصر قلولنا يا جماعة عدد الفقرة في مصر كام عشان نعرف مشروعاتكو فشلة بنت ستين زي ما عمر قديب قال قبل كده انتو بتعملوا حاجة فعلا عشان تقللوا البطالة انتو بتغنوا الناس ولا انتو بتخريبوا بيت الناس وبتعرفوهم والسؤال الاخير لسيء الذكر ما هي نسبة الفقر في مصر شكرا